وبمقر وزارة العدل بالرباط تم بعد زوال اليوم التوقيع على برنامج شاركة لتعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسة المهنية بقطاع العدل الشاركة تمت بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب والهدف التحقيق الفعلي للمناصفة في مجال العدل روبرتاج جيوسف لطفي والمتابعة لشيماء العلم نحتاج إلى تفكير عميق وجهد كبير في التعاطي مع موضوع المرأة حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها في المجال الوظيفي والإداري تصريح جاء على لسان وزير العدل خلال حفل توقيع برنامج شاركة لتعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل شاركة ترتكز على تأسيس لبنة مهمة للتعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نحتاج إلى إجراءات وجرأة في التعامل مع موضوع المرأة حتى يمكن أن نتجاوز كثير من المعيقات التي تحدون من تطور المرأة وتحقيق طموحاتها في المجال الوظيفي والمجال الإداري من ذلك هذه الاتفاقية وهذا اللقاء سيسمح للتعاون بين وزارة العدل والأمم المتحدة وعندنا نتائج ستعود بالخير على وضعية المرأة في مجالة متعددة اتفاقية شاركة تهدف إلى مواكبة الجهود المفظولة لتعزيز أولوج المرأة إلى العدالة في انسجام مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال من خلال الحرس على ملاءمة الإداري التشريعي مع مضامين الوثيقة الدستورية والتزامات المغرب الدولية ستشمل عدة ميادين منها العمل التقني على ملاءمة القوانين الوطنية معها التزامة المغرب على السعيد الدولي والمواثق الدولية التي صدق عليها وأيضا العمل على قضية وجوج النساء إلى القضاء قصوصا نساء ضحايا الراج شاركة ستعطي لمحال دفعة مهمة للمشاريع الرامية إلى التحقيق الفعلي للمناصفة في مجال العدل